مرحبا مشاهدينا هذه أهم عنوين أخبار اليوم الجمهور التركي يوجه انتقادات قوية ضد المغربي يوسفا سيري بعد توصله بالتقرير الكامل عن إصابة دياز الرقرق يفاجئ المغاربة بلعب عالمي جديد سيلتحق بالمنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل كنتلول آخر الأخبار وجد نجم المنتخب المغربي يوسفا سيري مهاجم نادف نربخشا التركي وجد نفسه محاطن بسيل من الانتقادات اللاذعة التي انهالت عليها من جماهر الفريق وذلك على خلفية أدائه المخيب للعمال منذ انضمامه إلى صفوف النادية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة هذه الانتقادات التي زادت حدتها جاءت نتيجة لتراجع مستواها مما فارق قلقا واسعا بين محبي الفريق الذين كانوا يضعون آمالا كبيرة عليها ومنذ وصول انصير إلى فنربخشا خاض اللاعب سبع مباريات حتى الآن لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء المطلوب أو فرض نفسه كعنصر أساسي في التشكيل وهو ما أثر الكثير من التساؤلات حول مستواها فعلى الرغم من تشجيله لهدف وحيد وتمكنه من صناعة هدف آخر خلال هذه المباريات إلا أن جماهير الفريق التركية لا تزال ترى أن أداء نصير أقل بكثير من التوقعات والطموحات التي كانت لديهم عند التوقع معها وقد تركزت الانتقادات على عدة جوانب في أداء اللاعب لعل أبرزها شكله البدني فقد لاحظ المشجعون أن نصيري ظهر بوزن زائد منذ التحاقه بالفريق مما أثر على لياقته البدنية وأدى إلى تراجع قدرته على مواكبة زملائه في الفريق وأعتبر البعض أن هذا العامل كان سببا مباشرا في تراجع أدائه وعدم قدرته على تقديم الإضافة المتوقعة في الهجوم وعلى الجانب الآخر لجأت جامحيرو فنربخشا إلى عقد مقارنة بين ما يقدمه نصيري حتى الآن وبين مستوه السابق مع نادي إشبيليا الإسباني الذي تألق فيه وكان يعد أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني هذه المقارنة أظهرت بوضوح الفارق الكبير بين أدائه الحالي والمستوى الذي اعتاد عليه عشاق كرة القدم في الليجة الإسبانية مما زاد من حجم الضغط الملقع على عاتقه في تركيا ولم تتوقف الضغوط عند حدود الجماهير فقط بل امتدت لتشمل الفريق الفني أيضا فالمعروف أن المدرب البرتغالي المخضرب جوزي مورينيو كان أحد المدفعين عن انضمام نصيري إلى صفوف فنربخشا حيث كان يرى فيها العنصر المثالية لتعزيز خط هجوم الفريق إلا أن انصيري وعلى الرغم من تلك التوقعات العالية من مورينيو لم ينجح حتى الآن في تقديم الأداء الذي يتناسب مع هذه الثقة وقد بدأت بعض الأصوات ترتفع لتتسأل ما إذا كان اللاعب قادرا على تلبية طموحات الفريق أم لا وتزداد الأمور تعقيدا نظرا لحساسية الفترة التي يمر بها نادي فنربخشا سواء على الصعيد المحلي في الدورية التركية أو في المنافسات القارية فالنادي يسعى جاهدا لتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم وهو بحاجة ماسة إلى كل لاعب في الفريق ليكون في أفضل حالاتها خاصة أن الجماهير والإدارة تطمح إلى رؤية الفريق ينافس بقوة على للقاب وفي ظل هذه الظروف ينتظر من يوسفا سيري أن يستعد مستواه سريعا وأن يعود ليكون اللاعب الحاسم الذي تعرفه الجماهير فلا يزال لدى اللاعب فرصة لإثبات نفسه وتغيير نظرة الجماهير اتجاه ولكن هذا يتطلب منه جهودا إضافيا في تدريبات وتحسين لياقته البدنية إضافة إلى سعادة حسه التهديفية الذي كان يتمتع به في السابق وقد تكون الانتقادات التي يتعرض لها انصيري حاليا قد تكون دافعا لها لتقديم المزيد إذ أن اللاعبين الكبار غالبا ما ينجحون في تحويل الدغط إلى قوة دافعة لتحقيق الأفضل والجميع في فنربخشا من جماهير وإدارة ومدرب ينتظرون أن يظهر انصيري ما يجعله يستحق ارتداء قميس الفريق وأن يعيد للأهذان صورته كلاعب هداف كان يخشى في الملاعب الإسبانية لذلك على انصيري الآن أن يثبت نفسه مرة أخرى ليس فقط لأجل مسيرة شخصية بل لأجل جماهير في فنربخشا التي تنتظر منه الكثير فبتقديمه الأداء المطلوب والعودة إلى مستواه المعود يمكنه استعادة ثقة الجماهير وتحقيق طموحات الفريق في هذا الموسم الشاق يواجه لدراغراجي مدرب المنتخب المغربي يواجه تحديات كبيرة في الفترة القادمة حيث يسع جاهدا لإيجاد البدائل المناسبة لتعويض غياب محتمل لاثنين من أهم لعبي المنتخب هم حاكم زياش وأبراهيم دياز وذلك قبل المواجهتين القادمتين أمام منتخب إفريقيا الوسطى في إطار التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 وبدأت هذه الأسماء عندما تعرض إبراهيم دياز للإصابة خلال مباراة فريقه ريال مدريد داريال سوسيداد وهي إصابة قدر أن تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مما يعني استحالة مشاركته مع أسود الأطلس في المرحلة المقبلة في الوقت ذاته عاد حاكم زياش إلى صفوف فريقه التركي جلد سريا بعد الإصابة مما يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة في المباريات القادمة مع المنتخب المغربي حيث يتوقع أن يغيب لعدة أسابيع وفي ظل هذه الظروف شارع الرقرق في البحث عن لاعبين جدد يمكنهما سد هذه الفجوة المحتملة وتلبية طموحات الجماهير المغربية التي تتراقب أداء مميزة للمنتخب ووفقا للتقارار العالمية الأخيرة يتجه الرقرق نحو توجيه الدعوة لثنائية دوري الفرنسية سوفيانتيوب لعب نادي نيس وزكريا بخلال مهاجم نادي تولوز للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي خلال الشهر المقبل التعد هذه الخيارات جزءا من استراتيجية رقرق لعادة تشكيل خط الهجوم المغربية في ظل غياب زياش وديس وقد أظهرت التقارير أن المدارب يارف ديوب وأبو خلال بديلين مناسبين لتعوير هذه الغيابات الهامة خاصة في ظل المستويات التي يقدمها اللاعبان في الدوري الفرنسي لذلك من المتوقع أن يقوم رقرق بزيارة لللاعبين في فرنسا أو التواصل معهما خلال الفترة المقبلة في خطوة تشير إلى اهتمامه الجدية بضمهما إلى صفوف المنتخب هذا وكان سوفيان ديوب قريبا من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كاس أمم الفريقية الأخيرة في كوديفوار عام 2023 لكن الإصابة التي لحقت بها في تلك الفترة حالت دون تحقيق هذا الهتف مما أجبر رقرق على استبعاتها أما بالنسبة لزكريا بو خلال فقد كان أحد النجوم البارزين مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 إلا أنه غاب عن تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة نتيجة لتراجع مستواها وهو مدفع رقرق للبحث عن خيارات أخرى في ذلك الوقت وصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاهتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتجاوب مع كل تعليقاتكم